بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مع الصميم واللعن الدام على أعدائهم من الآن إلى قيم يوم الدين اللهم أمير رب العالمين السلام على الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على أصحاب الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين نعزي الأمة الإسلامية وعلى رأسها مراجع الدين العظام بحلول فاجعة استشهاد إمامنا الحسين عليه السلام الفاجعة التي صدعت قلوب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وصدعت قلوب محبين واليهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أنكم الأولئك الذين عزون أهل البيت بهذا المصابة الجلل طبعا لعله الآن نبدأ ببيان ما صدر عن حسين عليه السلام خلال مسيره المبارك من المدينة المنورة إلى الكعبة المعظمة إلى مكة المعظمة ومنها إلى العراق يعني من الحجاز وإلى العراق ثم أن الحسين عليه السلام بدأ يتكلم ويصرح بكلام يوضح لأصحابي الذين رافقوا من هناك ما هو الهدف من المسير ما هو الهدف من ظهور قيام ونهضة الإمام الحسين عليه السلام من ظهوره على بني أمية عليهم العانو الله طبعا أيضا ذكرنا في حلقتنا السابقة أن بني أمية لم يقوا منكرا إلا فعلوه وكان هناك لديهم تشبث كبير جدا ومنقطع النظير بالحكم ولا يترددون بقتل أي نفس إذا ما رفعت عقيرتها ضدهم وهذا ما حصل طبعا مع أتباع مذهب أهل البيت وما حصل مع إمام الحسين عليه السلام وما حصل مع إمام الحسين عليه السلام وهنا سأبين بعض الفقرات التي بدأ بها الحسين يبين ما هو الهدف من خروجه ونهوضها المبارك طبعا هناك رسالة الحسين إمام الحسين عليه السلام بعثها إلى أخيه محمد بن الحنفية كما تعلمون أن محمد بن الحنفية رضو الله عليه السلام كان له كلام مع إمام الحسين وقد طلب من الحسين أن لا يتوجه إلى العراق وأنه ما يتوجه إلى بلد آخر غير العراق لكي يكون بمأمن وطبعا كان الحسين عليه السلام في كلام أخيه رأيون في ذلك نقوله الآن طبعا أنا لا أتحدث شيء في الشيء نصل إلى ذكرت أنه لدينا مواقف ما قبل يوم الطف ما قبل فاجعة الطف ومواقف في يوم الطف ومواقف ما بعد يوم الطف إن شاء الله فهنا الكلام الحسين عليه السلام يقول وكتب عليه السلام في وصيتي إلى أخيه محمد بن حنفية بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الحسين بن علي من أبي طالب إلى أخي محمد المعروف بابن حنفية إن الحسين يشهد لاحظ أي Hochwa ما من كلام المة يحددون للحسين إلا ويشهد بالتوحيد الله سبحانه وتعالى وهذه طبعا مكاتف مهمة جدا إن الحسين يشهد بعث أيضا سهلسات الحسين إن الحسين يشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده وأن جنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن هنا بدأ الكلام بدأت ملامح متعلقة بنهضة وقيام إمام الحسين عليه السلام لأن هذا الأمر لا بد منه لأن هناك كما ذكرت أن بني ومية لديهم قدرة كبيرة بقلب الحقائق وحتى تدخلوا بأسباب النزول وزيفوها ويعني كأنه حرفوها وإني لم أخرج أشرا الأشر يعني الذي لديه يعني عجلة بالحدة كما تنص عليه القواميس التي شرحت مقالات حسين بأبي وأمي وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا البطر واضح يعني إنسان غير ذا هدف ويكون إنسان يعني لديه أفعال وتصرفات لا تنمعا بأنه إنسان يكون لديه غرض بأفعاله وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا واضح بعد إنسان لديه أفعال فيها أبساد ولا ظالما الظلم طبعا وضع الشيء في غير موضعه لعل يكون لنا وقفة معه في حلقة قادمة وإنما شوف أخواني هنا بدأ كلام الأمام الحسين ما هي الغاية ما هو الهدف من نهوض المبارك قال وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن أمر معروف وأنهى عن المنكر طبعا ذكرت أيضا ملامح العهد الأموي انتشرت فيها الفساد وانتشرت فيها الأحكام التي خالفت الرسالة المحمدية وفي الواقع جرت الأمور على غير مجرها الطبيعي الذي يجب أن تجرع عليه البشرية طبعا يقول الإمامنا أريد أن أمر معروف وأنهى عن المنكر وأسير وأسير بسير الجدي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين وهذا طبعا كلام الإمام هنا حقيقي يعني فيه معالم كثيرة ومعاني كثيرة تتعلق بخروجه المبارك وطبعا علماء الأجلاء يبينون أن الحسين عليه السلام من خلال كلام إمام الحسين عليه السلام أنه تعلمون أن المؤمن لا بد أن يتمتع بغرية أفعاله فكيف بالإمام؟ يعني ليس لديه له بالأفعال ليس لديه كلام بالأفعال قول الإمام فعل الإمام قول الإمام تقرير الإمام طبعا قول الإمام فعل الإمام حجة تقرير الإمام يعني قول بحضرته أحدهم ذكر قول أو فعل معين فعله أحدهم فالإمام سكت عن ذلك نسمى هذا تقرير فقول الإمام وفعل الإمام حجة وتقرير حجة ما لم يكن عن تقية فلذلك هنا ماذا يقول أن يبين الإمام الحسين عليه السلام أنه بهذه الكلمات يبين بأنه لديه غرضية من الخروج لديه غرضية من الخروج وأن خروجه لم يكن خروج أشرا ولا بطلا ولا مهزدا ولا ظالما ثم أنه بدأ كلامه مع أصحابه وقال عليه السلام لأصحابه قد نزل ما ترون من الأمر أنا ذكرت لابد الإمام الحسين يبين ما هو الغرض من الخروج وهذا لابد من تبيانه لمن رفقوه وهني أن لرفقتهم هذه مع الإمام الحسين عليه السلام وقال عليه السلام لأصحابه قد نزل ما ترون من الأمر وأن الدنيا قد تغيرت وصف دقيق للوضع الذي عاشه الحسين عليه السلام وأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرأت واستمرت حتى ليم يبقى منها إلا كصبابة الإناء وإلا خسيس عايشين كلمرع الوبيل ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه يعني واضح جدا الإمام الحسين يقول لهم ألا ترون يعني واضح بأنه أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمنون في لقاء الله عز وجل فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا الباغين إلا برامن لاحظوا أيها الأخم هذا يقول الإمام الحسين عليه السلام طبعا الفقر ولواضحة فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين الباغين إلا برامن برامن يعني من البر يعني كأنه ضيق لذلك إمام الحسين عليه السلام يعطي توصيف دقيق للوضع الذي كان يمر به والوضع الشديد التي كان استشعرها الحسين وهو الإمام المسؤول عن البشرية وهو الإمام المسؤول عن إقامة المعروف وأن ينهى عن المنكر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارة حسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخر وآخر دعمانا الحمد لله رب العالمين اللهم صلى على محمد وعلى محمد اشتركوا في القناة